تنفيذي لشركة تيم وان اهلا بك معنا دكتور وشكرا على حضورك يبدو بان الجلسة اليوم كانت جلسة متذبذبة بامتياز في محاولة من جديد ولعدة مرات استرداد مستوى 7000 نقطة اليوم مع عودة اسعار النفط للارتفاع من جديد الى اي مدى يمكن ان يستمر هذا التذبذب وبطبيعة الحال بترقب الاعلان عن ميزانية عام 2016 مساء الخير ميزا والمشاهدين الكرام ما بشك اعتقد دعينا نسميها جلسة نهاية العام لانه ما باقي غير يمكن اسبوع والاسبوع اغربوا اجازات فبالتالي لا اتوقع ان هناك تغيرات مختلفة جدا ستحصل هذا الشيء الواضح اعتقد ما يحصل في السوق لو نظرنا الى السوق نفسه لو وجدنا ان هذه هي مقدرات السوق هل السوق السعودي سوق مالي لا اعتقد انه سوق مالي هو سوق ورقة مالية وهي السعن فقط بالتالي انت تعرضت الحقيقة هل توجد فيها صفقات خاصة؟ الصفقات الخاصة اعتقد تعرضتوا اليها قليل في احد البرامج لم تتعدى ست وستين مليار في خلال اربعة وخمس سنوات الاستحواذات والاندماجات ليس لها الاثر اليوم كان اعلى اندماجات حصلت في العالم حوالها اربعة تريليون السوق السعودي لا يوجد فيه هذا المجال السكوك والسندات نعمل باستحاء يمكن الآن زي ما تكرمت وما شرت اليها البنك الاهل التجاري والبنك يعني مضطر ان يرجى لهذا لقلة السيولة حتى يدعمها ثانيا انه متطلبات بازل تتطلب منه ذلك بالاضافة الى انه عمل لنفسه خط رجعة جيد بانه يمكن يستحوذها لانه يتوقع انه الفائدة سترتفع وبالتالي لن تكون هذه السكوك جاذبة اذا لم تتماشى مع سعر الخيارات غير موجودة اذا السوق ليس لديه غير قناة واحدة وهي بيع ورقة مالية فقط السوق صحيح تطور حتى نكون منصفين من ناحية الاجراءات من ناحية الرقابة لكن لن يتطور من ناحية الادوات وهذا اهم شيء في الاسواق هذا يمكن انا اعتقد اهم ما نجده في السوق وبالتالي اعتقد قد نقول ان السوق افضل له ان يكون سوق مضاربي لانه يضارب على سلعة واحدة فقط وبالتالي ترتفع او تنخفض وليست اي نوع اخر من الاسواق يعني ممكن نعتبرها نصيحة دكتور انه اليوم ليست السوق متاح لعملية الاستثمار طويل الامد او حتى متوسط الامد خلال هذه الفترة لا هي نصيحة هي وجهة نظر احنا نراقب هنا احنا ننظر ما هو الواقع نحلل اليوم بنحاول ناخد 12 شهر بل دعين انا نقول تسع سنوات او عشر سنوات من عمر السوق السعودي حتى نرى الانطلاق الجاية الى اين يتجه اذا لم توجد هذه المقاومات سنظل ندور في نفس الحلقة المفرقة اضيف اليها طبعا حجم السيولة كانت هناك سيولة او تخمة سيولة موجودة نتيجة ليرادات النفط الكبيرة الان انخفضت الى اكثر من 50% فاصبح لا مستثمر ولا حتى الجهات التي لديها هذه الثروة لديها الاتساع الجيد حتى تبدأ ان تتوسع في عملية الاسواق او السوق ثم ناتي لقطاع التسعير النفط النفط انخفاضه طبعا هو نتيجة انه لو نظرت الى عملية حركة النفط سنجد انه وصل انتاج اوبك 32 مليون الحد الاعلى حسب اخر اتفاق لهم هو 30 مليون روسيا وصلت الى اخر مستوى لها من عملية التصدير حوالي 11 مليون برميل فاذا حتى النفط اذا لم يعد مرة اخرى الى 30 مليون سيواجه انخفاضات في المستقبل القريب حتى ما فتح امريكا للتصدير يا دكتور يعني اليوم عم نشوف نايمكس عم يوصل لاعلى مستواته تقريبا مقارنة ببرينت هو صحيح يشوف يفتح امريكا للسوق او عملية ما يشاع عن النفط الايراني ودخوله هذا الحقيقة قد تكون نوع من الفزاعات والنظرة بعيدة المدى النفط الايراني يحتاج له الى ثلاث سنوات حتى يعود لاصلاح البنية الاساسية يحتاجه الى 200 تريليون دولار والاقتصاد الايراني في حاجة الى هذه الاموال فبالتالي لن ينفقها في هذا المجال النفط الامريكي غالي الثمن غالي التكلفة نتكلم عن 70 مليار فلو صدر حتى سيصدر قد ايه صحيح سيعوضه بالمستورد لان المستورد انه الخفض اذا الحركة كلها في اسواقنا في المنطقة سوارع مستوى الخليج او على هي اسواق وحيدة الاتجاه او زي ما تكرمتي واشرتي هي اسواق افقية لا اكثر ولا اقل او تغلب عليها المضاربة طيب اليوم هذا الاختصار يعني بما انه بالتداولات الافقية اليوم الاستحواذات التي تحدثت عنها بالبداية دكتور والصفقات اليوم عم نشوف المملكة القابضة ويمكن اي صفقة اليوم عم تعملها المملكة القابضة عم بتعيد للاذهان موضوع ما حدث بالابحاث والتسويق هل المملكة القابضة اليوم ستستفيد من الاستحواذات وعم نتجه اليوم للأسواق الامريكية بعد رفع اسعار الفائدة هل القيمة السوقية لعدد من الشركات الامريكية قد تكون جاذبة للمملكة القابضة للدخول عليها مثل ما شفنا صفقة اليوم لفت الامريكية بقطاع المواصلات والله شوف يا ميسه لو خذناها بالنسبة للتحليل المنطقي اليوم دون جونس حوالي 17 الف وشوية قارب هو 18 ونزل شوية فالسوق الامريك اليوم مرتفع ولكن لا زال عنده مساحة يعني رغم انه مرتفع لا زال هو جاذب للاستثمار نتيجة لقوة الدولار نتيجة لقوة الاقتصاد نتيجة لقوة السوق زي ما تكلمنا عن السوق لديه جميع المكونات انا اعتقد ما تقوم بها المملكة القابضة هو عملية توزيع للمحفظة وهذا هو البيزة اللي دائما تتبعها المملكة القابضة هي بتقوم بعملية توزيع اما بين قطاعات او بين مناطق والتخارج من جهة والدخول في جهة اخرى فتخارجت في بعض استثماراتها في المملكة يمكن قبل 3 او 4 سابيع صار عندها فائد وجدت في فرصة او في بجال معين سيستمر 4 او 5 سنوات او اقل حسب مخطط له من الشركة ثم الخروج منه وهذا طبعا طبيعة هذه الشركات او عمل هذه الشركات لكن حتى شركة المملكة القابضة اصبحت قيمتها اقل مما كانت قبل 10 سنوات او ما شابه ذلك شكرا جزيلا لك دكتور عبدالله بعشن الرئيس تنفيذي لشركة